موسيقى يعطيكم العافية عاشر في الحصة الماضية أنا وياكم اتعرفنا على الخلايا البدائية والحقيقية واتطرقنا للأجزاء اللي موجودة في داخل الخلايا الحقيقية ومن ضمن الأجزاء اللي عرضناها يا عاشر كان عندنا النواة اللي هي كانت آخر جزء طرحناه في الحصة الماضية وحكينا لكم هاد رح يكون مقدمة لدرسنا اليوم وحكينا انه في داخل النواة سنجد المادة الوراثية اذا يا عاشر درسنا لليوم الخلية المادة الوراثية من خلال الشكل اللي امامكم بتلاحظوا انه انتوا شايفين اكيد جزيء يتألف من سلسلتين هذا منسميه DNA اما الشكل هذا فهو اللي منسميه الكروموسوم انا وياكم اليوم رح نتعرف على هذا الموضوع بشكل مفصل اكتر وبالتالي اهدافنا لليوم يا عاشر هي وصف تركيب الحموض النووية واهميتها ايضا تعريف النيوكليوسوم والكروموسوم وبنرجع بنأكد على الشكل اللي طرحته في البداية النيوكليوسوم اللي من خلال تكدسه نصل لشكل الكروموسوم واللي اصله اساسا سلسلتين الـ DNA بنسأل الان سؤال مما يتركب الكروموسوم برأيكم يا عاشر مما يتركب الكروموسوم خلينا وياكم نحضر هذا الفيديو وبعدها بنجاوب على السؤال الان هذا الفيديو بيعرضينا النواو اللي شايفينه امامكم الان جزيء الـ DNA بدي منكم تنتبهوا انه في عنا في الداخل في الوسط شكل الخرزات هادا بنسمى بروتين الهيستون وملفوف حواليه اللي هو الـ DNA واكيد انتو انتبهتو انه بيتألف من سلسلتين ملتفتين حول بعضهما البعض اذا الجزيء اللي عمين عرض امامكم الان يا عاشر هو الـ DNA اللي هو الـ Dioxyribose Nucleic Acid هو اختصار لثلاث كلمات مع بعض تمام جزيء الـ DNA سلسلتين تتألف من اذا ملاحظين عرضينا حروف هدول بنسميهم القواعد النيتروجينية وعرضينا ايضا انه بيتألف من فوسفات وزي ما حكت لكم قواعد نيتروجينية بيكونوا على سكر رايبوزي القواعد اللي حنحكي فيهم الأدينين رمز الهاب A والثايمين رمز الهاب T والسايتوسين رمز الهاب C والقوانين رمز الهاب G رح نحكي عنهم الآن بالتفصيل من خلال هذا الفيديو عرضنا جزيء الـ DNA اللي هو رح يكون فحوى حديثنا لليوم إن شاء الله وهذا الـ DNA حقيقة الأجزاء اللي حكيناها هي تمثل الوحدة الأساسية في الـ DNA اللي نطلق عليها اسم نيوكليوتيد الآن منجاوب على السؤال اللي طرحناه قبل شوي مما يتركب الكروموسوم يتركب الكروموسومية عاشر في الكائنات الحقيقية النوى من DNA وبروتين البروتين اللي نحكي عنه هو بروتين الهيستون خلا نتفرج عليه بروتين الهيستون هادا التمن خرزات اللي انتو شايفينها بالنص والجزيء اللي ملفوف على شكل شريط حولهم هادا جزيء البروتين التاسع إذا هدولا التمن خرزات هن عبارة عن بروتين الهيستون والجزيء التاسع اللي هو الـ DNA هادا كله يشكل مفهوم مهم جداً اللي هو بداية حديثنا من سميه نيوكليوسوم تمام الآن هادا نيوكليوسوم مهم جداً لأنه بس يتكدس رح يشكل لك شكل الكروموسوم اللي انتو شفتوه في بداية شرح المادة وهذا الكروموسوم خلال الانقسامات مهم جداً ومهم لتنظيم عملية رح نشرحها بالتفصيل المملهية عملية الترجمة اللي رح ناخدها في درس من الجين إلى البروتين في مادة 12 علمي إن شاء الله إذن الآن منسأل كمان سؤال مما تتكون الحموض النووية إحنا بس نيجي نحكي حموض نووية حموض نووية إحنا بنحكي عن نوعين من الحموض النووية بنحكي عن الـ DNA اللي الطالب عادة هو بيحكي فيه وأيضاً في عنا حموض نووي آخر اللي هو الـ RNA إذن جواب السؤال إنه تتألف الحموض النووية من الـ DNA اللي انتو شايفينه أمامكم اللي هو سلسلتين ملتفتين والـ RNA اللي هو سلسلة مفردة وهذا بفوتنا أساساً يعاشر على المقارنة ما بين الحمضين النوويين اللي أمام نخلينا نتفرج عليهم الحمض النووي الـ DNA حقيقةً بيتألف من وحدات بنسميها نيوكليوتيدات وهي النيوكليوتيدات ترتبط مع بعضها البعض بروابط تساهمية أو تشاركية وبتشكل لنا هذا اللي بنسميه الحمض النووي تمام طب هو إيش هي هاي نيوكليوتيدات مما تتألف تتألف من أول حاجة قواعد نيتروجينية اللي سميناها سايتوسين والقوانين والأدينين والثايمين وأيضاً مجموعة الفوسفات وأيضاً السكر الريبوزي اللي هو الهيكل الكربوني اللي هي الكربونات اللي بتكون عليها الفوسفات والقواعد النيتروجينية كمقارنة بينهم التنين بدنا ننتبه إنه DNA سلسلتين والRNA سلسلة مفردة الـ DNA حنجد فيه القواعد اللي اسمها أدينين ثايمين سايتوسين وقوانين أما الـ RNA رح نجد القواعد اللي اسمها الأدينين بس رح نجد قبال الأدينين قاعدة اسمها اليورسل رمزلها باليون وأيضاً لقوانين والسايتوسين هاي كمقارنة ما بين الـ DNA والـ RNA مبدئية اللي هنا بتشكل الحموض النووية تمام الآن خلينا وياكم نتحدث شوي نسأل ما هي أنواع الحموض النووية زي ما اتفقنا حكينا الـ DNA والـ RNA واتفقنا إنه الوحدة الأساسية اسمها نيوكليوتيد فهو الآن في هاي الشريحة عرضنا نيوكليوتيد الـ DNA ونيوكليوتيد الـ RNA انتبهوا يا عاشر نيوكليوتيد الـ DNA يتألف من سكر رايبوزي زي ما انتو شايفين هذا السكر الريبوزي وهي اللي محطوط عندها واحد عليها فتحة ما يسميها واحد شرطة اثنين ثلاثة أربعة ولاحظوا خمسة هاي كربونات هاي ذرات الكربون الطالب الان بدوا ينتبه انه على ذرة الكربون الأولى سنجد القاعدة النيتروجينية أنا عم بحكي عن الـ DNA فأدينين ثايمين سايتوسين إقوانين هاي القاعدة النيتروجينية اللي بتكون على ذرة الكربون الأولى وعلى ذرة الكربون الخامسة رح اوجد مجموعة الفوسفات بدي منكم تنتبهوا انه في الـ DNA نيوكليوتيد في عنا في الكربون الثاني والثالثة الثاني في عنا H والثالثة OH يعني فيه O مفقودة لذلك هو يسمى سكر رايبوزي منقوص الأكسجين تمام؟ الان يجي للـ RNA نيوكليوتيد الـ RNA نفس الاشي في عنا الأولى ذرة الكربون الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة الآن بدنا ننتبه انه في عنا هون OH فهو سكر رايبوزي ولكن غير منقوص الأكسجين هون ننتبه H هون OH تمام؟ اذا احنا كمقارنة اتفقنا الـ RNA سلسلة الـ DNA سلسلتين الـ RNA يتميز بوجود الأدينين بيجي قباله يوراسل اما الـ DNA الأدينين بيكون قباله ثايمين ايضا الـ DNA بيكون سكر رايبوزي منقوص الأكسجين اما الـ RNA فهو سكر رايبوزي وغير منقوص الأكسجين هذا الشرح اللي هي تركيب نيوكليوتيد في كل منهما الآن خلينا نسأل هذا السؤال صف تركيب جزء الـ DNA طبعا الـ DNA بنعيده بنكرر هو عبارة عن المادة الوراثية اللي موجودة في نواة خلايانا في جسمنا كيف تركيبه انتبهوا يا عاشر في عنا سلسلتين بيكونوا ملتفتين حول بعضهما البعض تمام؟ على شكل لولابين وهي نيوكليوتيدات اتفقنا اللي بتألف منها نيوكليوتيد مجموعة فوسفات وحكينا سكر رايبوزي وقاعدة نيتروجينية وهي نيوكليوتيدات تمثل سلسلة كاملة مربوطة بروابط تساهمية بيسألنا أي من القواعد طالما في الـ DNA عم نحكي ترتبط مع بعضها البعض خلينا ننتبه انتبهوا يا عاشر الأدينين دائما بيكون مرتبط برابطين هيدروجينيتين وهون بنجاوب على السؤال الثاني مع عدد الروابط الأدينين بيكون مرتبط برابطين هيدروجينيتين مع الثايمين أنا الآن عم بشرح عن الـ DNA والسايتوسين بيكون مرتبط بثلث روابط مع القوانين هاي اللي هي القواعد النيتروجينية اللي ترتبط معنا فهاي دائما بتكون في ذهننا دائما وعبدا الـ DNA سلسلتين فأنا لو بدي أجي أرسم لك سلسلة وأحكي لك حط لي السلسلة المقابلة وحطيت لك هون مثلا أدينين انت مباشرة بدي تحط لي قبالها ثايمين والسايتوسين بدي يكون قبالها قوانين لو طلبت منك تحط لي الروابط الأدينين والثايمين رابطين والسايتوسين والقوانين ثلث روابط تمام طب إيش هم هدول؟ يعني هاي الأزواج من الحروف الإنجليزية إيش تمثل؟ هاي تمثل أزواج قواعد نيتروجينية وعددها حقيقة في الـ DNA عند الإنسان ثلاثة مليار زوج إيش تمثل؟ هي تمثل المعلومات الخاصة بنا المظهرية والجوهرية اللي ورثناها من آبائنا وأمهاتنا تمام؟ إحنا لازم نفهم إيش يعني الـ DNA؟ DNA عبارة عن قواعد نيتروجينية تمثل المعلومات الخاصة فينا اللي ورثناها فهاي الثلاثة مليار زوج هي المعلومات اللي نحنا أخذناها فنحنا نطلع متشابهين مع الأب متشابهين مع الأم ولكن لا يوجد تطابق وهذا راح نتعرف عليه في 12 علمي في مفهوم بصمة الـ DNA لكل شخص على سطح الكرة الأرضية DNA خاص فيه ليه؟ لأنه نحنا نتحدث عن ثلاثة مليار زوج تمام؟ طب هاي وين موجودة؟ موجودة يا عاشر في النواة طب ثلاثة مليار زوج كيف بدي أفردهم في النواة؟ من كدسهم فبيصير شكلهم على شكل كروموسوم وتوزعوا في جسمنا على شكل 46 كروموسوم في داخل النواة تمام؟ هاي الحروف اللي هي أدينين، سايتوسين، إقوانين، إقوانين، ثايمين تمثل مقاطع نطلق عليها اسم جين الآن نحن بدنا نربط عشان الطالب من بداية عاشر يفهم، نحن بنحكي لك DNA، DNA المادة الوراثية، طب إيش المادة الوراثية؟ هي عبارة عن قواعد، وهاي القواعد تمثل مقاطع نطلق عليها اسم جينات، جين لون العيون، جين شكل الشعر، جين عمل الكبد، تمثل معلوماتنا الخارجية والداخلية تمام، هاي الجينات الآن شكلت الـ DNA تم تكديسه على شكل كروموسومات، بالضرورة أن الطالب يربط المفاهيم الوراثي مع بعضهم من البداية، سلسلتين ملتفتين، حكنا أنه تسميتهم بتكون من ثري برايم، برايم يعني شرطة، من ثري برايم تو فايف برايم، يعني من الكربونة رقم ثلاثة للكربونة رقم خمسة، إذن إيش هي سبب التسمية؟ هذا بيعني فيها ذرات الكربونة اللي بتكون عليها الفوسفات، تمام؟ إذن من الكربونة الثالثة للخمسة، السلسلة الثانية بتكون بالعكس من الكربونة الخامسة للثالثة، هذول السلسلتين رح نركز فيهم في تسميتهم في صف 12 علمي، ووقت بدنا ناخد هاي المعلومات اللي على الـ DNA اللي حنسميها في وقتها الشيفرة الوراثية، ونصنع منها البروتين إن شاء الله، انت كطالب عاشر، في البداية مطلب منك إنك تعرف إيش هو الـ DNA، هو المادة الوراثية التي تتألف من النيوكلوتيدات، كل النيوكلوتيد يتألف من فوسفات، قواعد نيتروجينية، ومن أيضا سكر ريبوزي منقوص الأكسجين، الآن منسأل سؤال كتير مهم، كيف يتم الحفاظ على كمية ونوعية المادة الوراثية للكائن الحي، وبالتالي تنتقل من جيل لآخر، أنا بس شرحت حكيت في عينيش اسمه بصمة الـ DNA، كل شخص يتميز إنه الـ DNA الخاص فيه هو مستقل فيه ولحاله ما بيتطابق مع حدا، لكن نتشابه مع الأب ونتشابه مع الأم لأنه إحنا مخدين مقاطع منهم الجهتين، كيف يتم هذا الحكيم؟ بتم هذا الحكي يا عاشر من خلال تضاعف الـ DNA، جزيء الـ DNA يتضاعف، بدل الجزيء بيصير جزيئين، وهذا بيكون قبيل عمليات الانقسام اللي هي حتكون دروسنا في الحصص الجاية إن شاء الله، تمام؟ إذن يتضاعف الـ DNA قبل عمليات الانقسام المنصف ولما بيتضاعف بدلت سلسلتين أربعة وهيك بتم توريثه من الآباء للأبناء وبتم توريث الصفات الوراثية، الآن يا عاشر قبل ما أعطيكم المهمة بالضرورة إن ننوه إحنا عن إيش حكينا اليوم؟ إحنا اليوم حكينا عن المادة الوراثية اللي موجودة في النواة اللي أطلقنا عليها اسم الـ DNA، وعرفناكم على هذا الجزائي اللي سمينا الـ DNA إنه بيتألف من النيوكليوتيد، حكينا عن مكونات هذا النيوكليوتيد، وقارننا ما بين الحمض النووي اللي اسمه DNA والحمض النووي اللي اسمه RNA كمقدمة لمادة 11 و 12 الوراثة، المهمة اللي مطلوبة منكم يا عاشر إنكم تصمموا نموذج، تبينوا فيه تركيب الحمض النووي DNA وتستخدموا خامات البيئة زي الأسلاك والمعجون، يعني بإمكانكم إنكم تجيبوا سلكين مثلاً وتلفوهم على بعض، وتحطوا عليهم أوراق أدينين، تايمين، سايتسين، قوانين، وتحطوا مثلاً فوسفات، أو تبينوا مواقع ذرات الكربون بهاي الآلية، إن شاء الله إنه تكون الدرس مفهم لإلكم اليوم يا عاشر، بنشوفكم على خير إن شاء الله في الحصص الجاي في دروس الإنقسامات، بنشوفكم على خير ويعطيكم ألف عافية. اشتركوا في القناة